إحاطة جديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث أمام مجلس الأمن وهي الأولى منذ تصاعد التوترات بينه وبين الحكومة الشرعية التي اتهمته بالانحياز لميليشيا الحوثي واعترضت على بقائه مندوباً للمنظمة الأممية بعد زيارتين قصيرتين للرياض وصنعاء التقى فيهما الرئيس هادي وقيادات ميليشيا الحوثي ظهر جريفث متفائلاً أمام أعضاء مجلس الأمن لما أنجزه من اختراقات في جدار اتفاق السويد بتوصل الطرفين إلى اتفاق على تفاصيل إعادة الانتشار في الحديدة ذكر جريفث في إحاطته أن التقدم في الحديدة سيسمح بالتركيز على العملية السياسية الأشمل في اليمن غير أنه أبدى مخاوفة من عائق الاتفاق على القوات المحلية في الحديدة التي ربما ستعيد الملف إلى مربعه الأول حول ملف تعز قال جريفث إن هناك تقدماً محدوداً لفتح المعابر أمام وصول المساعدات وهناك إمكانية لفتح واحد من المعابر على الصعيد الإنساني لا تزال المعاناة ومؤشراتها قائمة عدى بعض التحسن الذي أحدثته أموال الاستجابة الإنسانية قال مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن أموال الاستجابة أنقذت حياة الناس غير أنه عاد وحذر من انخفاضها إلى النصف حول توقف عمليات الغذاء في صنعاء بسبب التلاعب وضغوط الحوثيين أشار مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي للتوصل الاتفاق المبدئي مع الحوثيين لاستئناف عمليات برنامج الغذاء الذي عاد بشكل جزئي عبر المساعدات النقدية عرض للمعاناة ذاتها وللقضايا المتفاقمة وشجب دون قرارات أو أي أدوات يتم من خلالها الضغط على المعرقلين والمتسببين بمعاناة اليمنيين فحتى قضية أحكام الاعدام التي أصدرها الحوثيون ضد ثلاثين معتقلا لم تتجاوز مربع ذهول أعضاء مجلس الأمن وإداناتهم ومطالباتهم باحترام الأصول والقوانين التي ترعى الأسرى والمعتقلين كما تحدث مارتين جريفث عن تلك القضية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر